إلى الدوري ندخل في ترتيب الدوري فارق النقاط مريح أم مزعج الآن الفارق اللي موجود تسع نقاط الآن تسع نقاط في مباراة مؤجلة له للهلال تسع نقاط الهلال على الهلال أكيد يا كابتل لما يكون فيه فارق نقاطي لكن فيه مباراة مفصلية بالاتحاد والهلال هذا يتحدد بشكل كبير يعني رغم أنه الاتحاد لسه عنده مجال يفوز بالثلاثة أمبارات الباقية ويأخذ الدوري أدخل لك على الاتحاد واللي حدث فيها في مباراة الفتح اللاعبين تحسين أنهم كانوا موجودين في الملعب والله شوفها بداية المباراة الفتح سجل والاتحاد يرجع للمباراة يعني أنا مستغرب من يعني حالة السرحان لدفاع الاتحاد يعني صراحة أنت فريق متصدر الدوري وباقي لك أربع أمبارات وتحقيق الدوري وتجي فيك أهداف بهذه الطريقة أكيد أنه بيكون فيه قلة التركيز من الدفاع وش أسبابه؟ والاتحاد ما شاء الله هجومه كويسة ممتاز يعني بيسجل ثلاثة أربعة في كل مباراة كل مباراة لازم يسجل فمستغرب أنا محمد ونت قاعد تلعب على هذه كل مباراة نهائية كابتل الأثنين قدموا مباراة ممتازة اليوم هو ساوي والصحفي ولا يحملون الأخطاء كلها تكلم لأنهم قلبين الدفاعات شكل الدفاعي للاتحاد تكلم متقدمين ثلاثة واحد من شاهد المباراة قال المباراة انتهت أكيد كلنا قلنا مباراة انتهت وبالعكس نحن نتوقع أنه الاتحاد بيضيف هدف رابع ليش أنا قلت كده كابتل عشان طبيعي الفتح بيهاجم ما حيكون مركز دفاعيا زي لما مباراة كانت صفر صفر أو واحد واحد أكيد أنه بيطلع ونحن ما استفدنا صراحة من النقطة هذه كان مفروم سجل هدف الرابع مباراة انتهت إلى لاعب وكانت فيه أخطاء بداية يا كابتل أخطاء بداية أخطاء بداية يعني زي الهدف الثالث هدف الهدف أمامك هتشوف لا الهدف الرابع هدف التعادل الاربع اربع لا هدف الثالث الكورة جاية من اليمين وباين المباراة كلها قوة الفتح كلها من اليمين باتنا باتنا ولما باتنا أخذ الكورة من كان طالق له الحمدالله اللي كان معه المفروض حمدان يطلع بتحبهم باتنا لا المفروض حمدان يطلع له خارجة 18 ويقفل عليه هناك هذا شوف هنا حمدالله شوف حمدان فين واقف هذا حمدالله اللي مغطيه ها ايوه شوف حمدان فين واقف يعني ما كان فيه تركيز اشتركوا في القناة